السلام عليكم اخباركم ام نورين دايما معي هنا في اليوتيوب باسعب بيكو في كل وقت وفي كل اوان يا مرحب يا مرحب يا اهل بميني شارك دايما معايا هنا اسعب بيكو في كل وقت وفي كل اوان لا تنسوا تشترك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات وزيبه لقد نشك فضلا منكم وليس امرا مني ولن يكون وطبعا اللي يكوشير بقى والحاجات دي كلها ولا تتوقفوا عنها ابدا امبارح كلنا شفنا الموضوع الخاص بالوزير السابق العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي المعطل قرار وجوده كنائب رئيس النادي الاهلي في الفترة الجديدة او في الدورة الجديدة الحكاة قلت لكم برحة سيبكم بقى من كل الرجاءات جمع رجاءة اللي بيعملها النادي الاهلي ولا اي حوال البيانات التي يعملها النادي الاهلي ليس لها قيمة لانه ما اعتقدش ان اللي بيعملها المصرية التي اعلنت اعتمدها وارسلت اعتمدها في عدم وجود العمري فاروق والجهة الادارية اعتمدت هذا القرار سيترجعه بسبب رجاء الرجاء دي يعني نتكلفها بعدين لكن دلوقتي قرار في ايد مين انه العمري فاروق لا اما يلتزم وهو النادي الاهلي لغاية شهر سبعة تمانية الجاي والتاني يقعد في البيت وما يدخلش النادي او يعودش في مجلس اقدارة لانه طبعا هيبطل المجالس القرارات كلها ومن سما مش هينفع يدخل كمجل اقعود ويدخل نادي طبعا زي ما احاوز يعني لكن برضو خلي بالكم اما بيبقى الانسان برا السلطة يعني ايه ما بيباش قوي فكت انه يجي بعد ثمان طوشن اما بيجي بعد ثمان طوشن فده ممكن تعمل امور يعني لكن النادي الاهلي بيحاول ويطلع بيانات ويطلب من اللجنة البيان المصرية والجهة الادارية والوزير لانهم يدخلوا وعملوا هشتجات ضد الوزير يا راجل طبعا اقول لكم اي حد فيكم في النادي الاهلي قد يتوصل من الصحفيين حتى او الاعلامين ناهوي يتوصل بسهولة مع الوزير واقسم لكم بالله انا حافظ اقول ايه القانون هو اللي هيتنفس احنا هنا بننفس القانون فقط فالقانون بيقول ايه زي الدين بيقول ايه كدا عرفينو أنت الفيبه بتاع الدين بقول ايه هو القانون بيقول ايه الاهلي لكن احنا جلتنا ندرس الامر ونعرضه على كل المستشارين ده اللي هي ورن. مش هو حرف زيادة. نهاية. وانا حافظ يعني. وكل اذن اللي كنتوا حافظين. كلام الوزير اشرف صبحي فيما يخص القضايا اللي فيها او القرارات اللي فيها قضايا وبتاع. الده اللجنة المحكمة الاسف اللجنة انه بقالت انه وصدوا حاجة من اتنين العمري فاروق. لاما يبقى يرفع قضية فين التسوية. وهنا بقى اتجاه ان ازاي العضو في النادي الاهلي يرفع قضية عشان النادي الاهلي يوقع مش عارف ايه. والحاجات اللي هي المضطرفة دي. فا او انه يقعد لغاية الصيف. او جبال العمياء القادمة. العادية. يعني منافسه غير عادية ممكن تطلعها بكرة. لا ده العادية. والعادية بقى محتاج خمس تلاف كده لكم عشرة مرحلة او ما خمس تلاف. اه حسب البيان طبعا مع مرور المرة الجاة ممكن بقى خمس تلاف خمس ومية على حسب بعضها بقى بقى لهم حق التصويت وبتاع زادتة دي. فممكن تزيد متين تمتمية خمس ومية واحد يعني يوم ما تزيد. المهم اللازم يجي من خمس ومية خمسين دول ولا الخمس تلاف اسف. ويروحوا عشان نرفعوا ديهم. ما فيه? اه ما فيه. ما فيه? اه ما فيه? اه ما فيه. طيب. ايه اللي هعملو? محدش يعني يجرؤ. انه يقول اي حاجة لانه قرار خلص. لقد نفذ الامر. لقد تم اتخاذ القرار. هتروح يمين? هتروح الشمال? وانا عارف ان العلوية طبعا ما جربوش الشعور ده فيجربوه شوي. الزبال كوية ده او كتير اوي اوي اوي. ايه ده هو دخلتوا في المعمعة دي. دخلتوا ازاي? وليه? الله هو اعلم. دخلتوها منين? الله هو اعلم. الخطأ ده ليه? الله هو اعلم. كل دي ما يخصنيش. انا يخصني ان انا اقول لكم ان انتم حسب المعلومات اللي موجودة مفيش العامل فاروق هزي الفترة. كابت الخطيب بقى يعمل يبحث كما يرغب. ويترجى كما يرغب. ويبعد ويطلع بيانات كما يريد. فلا نفس للامر الا انه يروح يرفع قضية في وجه التسويه والتحكيم. واحنا نروح بقى ونتفرج على هيحصل. وانه يقعد لغاية الجميع العقوبة اللي جاية. بس خلاص. هل نسيب النادي الاهلي كده? لا والله ابدا ما نسيب. لازم نتكلم على التصريحات النارية الملئة بالغرور من موسيماني على عقده. موسيماني اتكلم في احدى الصحف المواقع الجنوب افريقية. قال ايه بقى? خلي بالكم من الكلام ده كويس. توليت تدريب الاهلي ولا بيكون الفريق قادرا على الفوز ببطولة افريقية منذ سنوات. ولكني تمكنت. هو اللي تمكن. من الفوز ببطولة افريقيا. من الفوز ببطولتين من بطولات افريقيا. والصعود الى كأس العالم او العودة الى كأس العالم للاندية. قال انني استحق عقدا جديدا والاستمرار في النادي. رجل عاوز يقعد في النادي على الفكرة مش عاوز يمشي. لكن قال لك انا استحق عقد جديد والاستمرار في النادي. وزوجتي قادرة من جنوب افريقيا لبحث هذا الامر. هنرجع تاني نتكلم عن عقد موسيماني. اللي النادي الاعلي قال لك نستنى لغاية نهاية الموسم. هو بقع بيقول لك ايه. بكل غرور. حقه. راجل صعب فعلا دوري. خبطوطه في النادي مراتين. هزم الزمالك. ثلاث مرات. منهم خمسة ثلاثة. متصدر الدوري. الكل بيشكر فيه. طيب خلاص. قال لك ايه. املك العديد. اولا قال لك انا رئيس نفسي. انا رئيس نفسي. انا مش عايز اتكلم يعني. قال لك انا رئيس نفسي. انا مليش دعوة عشان ما حدش بس يقول لهو مش رحب خطيب مش رئيسه. هو قال لك انا رئيس نفسي. انا رئيس نفسي. لن انتظر حتى نهاية الموسيم تجديد عادم على الاهل. يعني ممكن تلقوه مضالة حد تاني. الله يعلم وقال لك ايه. امتلك العديد من العروض من الاندية الخليجية. واذا رحلت عن الاهلين. لن ابقى دون وظيفة. بالعكس سانتقل الى اندية اخرى. وساحصل على مزيب الاموال. يا رب انزيد مزيب الاموال. يا رب انزيده يبارك. يا حاجة مسيمانية. رب انزيده يبارك احنا منا. يا جوانو زوجتك بس ممكن تتعطن شوية. لان كل اللي جاي موجود افريقيا في العالم كله ما بتحركوش. اه بيعاني جاي موجود افريقيا فهنعد شوية. لكن انت كنت راجل صريح. وانا بحب الصراحة. حدك راجل صريح جدا والله. وقادي اهو بيقول لكابتن الخطيب انا رئيس نفسي. ادي واحد. وكابتن الخطيب مش ملاحق. يعني موضوع العامل في الو ما بقاش نائب. وجاده رئيس. يعني مسيماني جاده رئيس. قالوا انا رئيس نفسي. محدش رئيسي. انا رئيس نفسي. صحيح باحتلم الكابتن الخطيب والكابتن ساعة فيز ومساعدوني وا 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 الزمالك ايه بقى الزمالك الزمالك كلكم وانا اول واحد قلتلكم وبقى اول واحد قلتلكم انه فيها حمير باسيوني وامير عزمي في الطريق للزمالك طيب وكانوا مفروضوا يكون موجودين دلوقتي عشان مع بداية الفترة تأسف الاعداد الجديدة اول فترة التوقف لكن اكتشفوا انه عقد كارترون مع الزمالك ينص لانه لا يستطيع نادي الزمالك اضافة او اضافة اي احد للجهاز الفني دون موافقة كتابية من كارترون عليه ومن ثم ما تعرفش تقرر تاخد تعيين الكابتن عب حبيب السولي او غيره وامير عزمي او غيره الا بموافقة كتابية من كارترون طيب لو انت عملت كده معناها ايه معناها انك تفسخ العقد بشكل مباشر ومن ثم ما تدفع الشرط الجزائي اللي موجود دلوقتي تلتمية الف دولار تمام عشان كده زي ما عرفت انه يبقى فيه جلسة كان مفروض يبقى فيه جلسة قبل صفر كارترون الى الامارات لكنه اجلها لما بعد العودة مع امير مرتضى عشان يبحث الامور اللي من نوع ده اما نشوف الفترة اللي جاية هتبقى واخدى الزمالك الى اينه حاجة تانية طبعا انتوا اكيد متابعين موضوع قضية شيكابالة 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 ما له بقى يا سيدي بص يا سيدي بص يا فندي تفرج معي شوف يا سيدي تفرج معي ركز معي كلنا عارفين ان يوم 30 نوفمبر تنتهي المدة التي يستطيع الاتحاد الكرة المصري الطعن على القرار لجنة التسوية وهي من سمة يبقى لو ما طعنش يحق اللي مين شيكابالة للحبة طيب اولا اتحاد الكرة بيقول لما بيعترفش اولا بيعترف بمزاج وطبعا ان احمد نجاهد وبيرفض بمزاج هو مش ميال او انه يعترف باللجنة لجنة التسوية ودلوقتي عشان شيكابالة وكان رغم ان فيه كلام ان في شيكابال قعد مع احمد نجاهد وجلساته بتاع لكن لغاية دلوقتي ما نعرفش ايه اللي هنعرفه بقى انه يوم تلاتين ما يجي والتحاد الكرة ما قدمش الطعن يصبح من حق شيكابالة انه يشارك لكن عشان يشارك لازم الاتحاد الكرة يطلع قرار بمشاركة شيكابالة هنا بقى الموضوع هل الاتحاد الكرة هتطلع قرار بان شيكابالة يشارك ولا لا ده هننتظر لغاية يوم واحد ديسمبر لو ما طلعش قرار ده خلال الاسبوع مثلا بعد الحكاية دي من يوم بعد يوم تلاتين اعتقد انه كمال شعيب المحامي الخاص بشيكابالة سيتجه الى المحكمة الدولية الرياضية لرفع قضية بقى اخرى على اتحاد الكرة لعدم تنفيذه بقى وممكن يبقى فيه مشاكل كتير هل احمد مجاهد هتدارك الامر ويمنع الحكاية دي والموضوع ده والموال ده والفيلم ده ولا هيبقى لسه ركب دماغه هو اصلا ان احبت بجاهد ماشي ماشي يعني بالنهار ده والقرارات اللي خددتها الجمعية العمومية لانتحاد الكرة بتقول خاصة الانتخابات على الابواب ومنسمى يعني وكمان فكرة انه يبقى اي رجل اعمال او اي رجل شخصية عامة يستطيع يرشح نفسه دلوقتي كرئيس وعضو في اتحاد الكرة سيبك بقى ان بعض من لعبت الكرة يقولك بس لازم يبقى بفهم في الكرة مش معرفش ان المفهود ده يجيبه ايه يعني يجيبه منين وفين اكيد رجل شخص في الكرة برضو لكن ايا كان الاسباب وكان الموضوع ما بيتش هذه القصة لكن احمد مجاد هيرحل هلحمد مجاد قبل ما يرحل بقى يعني يترفع ويبطل للحاجات اللي ممكن تبقى شبه السوق ده الصغير ده وانه هو يوافع لعودة شيكبالة ولا هيتانيه محجر دماغه ويقولك هما كده مطشين ملعبهمش وبينعب في فبراير ويبطل لو قفتوا ستوا شهور برضو برضو فلا معرفش احمد بجاهد هيعمل ايه الحجاب برضو برضو ديه نفس المعركة مستمرة بين شيكا و احمد مجاهد وما نشوف الامور روغدانة ورايحة الفين في اتجاه في الزمالك دلوقتي ليه انه هو في نهاية الموسم غير الكلام بتاع اللي قاله امير بتاع تقييم نهاية الموسم انه كمان يبقى فيه تعديل او تقليل متوسط الاعمار في الزمالك وخصوصا في التعاقدات الجديدة اللي يأمل ازايك يعملها في الصيف بعد رفع الاقاف وفي نفس الوقت برضو فيما يخص المجموعة اللي موجودة من بعد التقييم ده هيؤدي لإيه ان مثلا سين يقعد صاد يقعد ميم يمشي لامي روح وهكذا من امور يعني لكن ما نجي نبص على اللعيب اصحاب السن الله اعلى من التلاتين هلا Martin ابوجبل واحي وتلاتين سنة تقريبا محمود قليل واحي وتلاتين سنة حزم امام تلاتة وتلاتين سنة شيكبالة تقريبا 35 سنة نفس الشيء عبدالشافي 35 سنة ده حسب ما أنا متذكر اللي هم عدد اللعيبة اللي في الزمالك اللي فوق السنة اللي فوق الثلاثين تمام ما عرفش مين تاني عبدالشافي أيوة ماشي أيوة كله لا وطارق حمد وطارق حمد 33 سنة ومن ثم هم دول المجموعة اللي فوق الثلاثين لو انت هتعمل متوسط أعمار فأكيد هبقى من المجموعة دي طبعا محدش عافل سنة عن طارق حمد فطارق يعني ممكن بخارج الإطار ده الناحية التانية بقى هل حزمهم والإصابات هل شيكبالة هل محمد عبدالشافي هل وهل وهل دي كلها يعني أقوي الشغالة أنا ما اعتقدش إنه يبقى فيه قرار دلوقتي خالص للأمر ده لسه بدري قوي لكن ده تداولة في الفترة الأخيرة داخل النادي يعني فيما يخص كرة القدم تمام طيب في نفس الوقت فيه الوزير مبارح الأشرف صبحي خرج فيه قناة صدد بلد وأكد الآتي قالنا أن الدعوة لانتخابات نادي الزمانك يجب وقال كده يجب أن تتم قبل التلاتين نوفمبر النهاردة تبينه عشرين الدعوة بادي إمتى من اللي يعملها إزاي الله أعلم وبرضه أكد أو أشار إلى إنه الانتخابات الزمانك عليها الاسترشادية المستشار مرتضى منصور في المؤتمر قال لك لأ ما قال يوم 22 و22 21 و22 لانتخابات الزمانك قال لك لأ دي حسب لايحة الزمانك لايحة الزمانك لدي التسوية مؤقفة وفي نفس الوقت وزارة الشباب اعتمدت الموضوع ده ونفذت اللحة الاسترشادية فدلوقتي الموضوع عند مين الحقيقة أنه معظم أقول يعني 80% أو 5% من الأضايا التي تداول بين مرتضى منصور كمحامي حتى ووزارة الشباب ومستشارينها فاز مرتضى منصور فممكن نلاقي برضه أن اللي في الآخر يفوز في الأمر ده هو المستشار مرتضى منصور وفكرته ودفوعه فيما يخص موضوع اللايحة القديمة أو موضوع اللايحة المستشار مرتضى هيا دي اللي ممكن تبقى في الآخر نلاقي أن هي اللي بتاخد القراءة اللي بيبقى فيها اللي هيمشي على أساسها انتخابات نادي الزمانك هنشوف الأمور ماشي إزاي لكن يوم 30 قرب هنشوف الاتفاق ويوصل لغاية فين وهل الأمور كلها هتتحل في أقرب وقت في نفس الوقت النهاردة كان فيه ثلاث قضايا متدولة في المحكمة حوالين المستشار مرتضى منصور أول قضية تم تأجيلها وهي قضية من رفعها الكابتن محمود الخطيب على المستشار مرتضى منصور بقضية سب وقصف طيب تعطي مشاكل القديمة اللي كانت موجودة أنه امتى القضية اللي تأجلت إلى 5 ديسمبر يوم 5 ديسمبر تمام؟ في نفس وقت في دعوتين تانيين كانت واحدة مرفوعة على المستشار مرتضى من المحمي سمير صبري واترفضت هذه القضية بأنه كان طالب بايه بمنع مرتضى منصور من نادي الزمالك واستبعده وهو مجلسه لكن المحكمة رفضت هذا الأمر حاجة تانية كان المستشار مرتضى منصور نفسه رفع قضية ضد اللجنة أولمبية وبيطالب المحكمة بحل بحل اللجنة الأولمبية المصرية وبرضو رفضت هذه القضية إذن القضية الوحيدة المتدولة دلغت دلوقتي ولم يتم الحكم فيها هي قضية اللي رفعها الكابتن محمود الخطيب على المستشار مرتضى منصور في قضية سبج وقصف هي دي اليوم 5 ديسمبر لكن القضيتين الأخرطين اللي كان رفعها على المستشار مرتضى ضد اللجنة بيطالبية رفضت واللي وابحلهم واللي كان رفعها المحامي سمير صبري على المستشار مرتضى الأولي على الوزير عشان يمنع تواجد المستشار مرتضى في قناة ديسمانك اترفضت برضو فبالتالي كده دي الأضايا بتاعة المستشار مرتضى منصور النهاردك هتماشي ازاي واتجاهها ايه لكن كلنا في انتظار الجديد إن كان هناك جديد وفي النهاية لا تنسوا اشترك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات وذلك باللغة نشك فضلا منكم وليس أمرا مني ولا تنسوا اللايك ولا تنسوا اللايك ولا تنسوا اللايك شوفكم على خير في اللي جاي إن شاء الله شكرا